أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى على برقية التهنية التي تلقاها سمو ولي العهد بمناسبة الانجاز الذي حققته البحرين في أولمبياة ريو دي جانيرو في البرازيل بفوزها بميداليتين ذهبية وفضية وأشهد سمو ولي العهد بالجهود المتواصلة لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى التي أسهمت في رفع اسم البحرين عاليا في المحافل العالمية ومتابعته الحثيثة التي تتكللت بالضفر بهذا الانجاز الرياضي البحريني في هذا المحفل الرياضي الدولي الكبير كما شكر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العداءتين البحرينيتين روث جبت التي فازت في سباق 3000 متر موانع للسيدات لحصولها على الميدالية الذهبية والمتسابقة أونس كيرلوا الفائزة بالميدالية الفضية في سباق الماريثون والعداء البحريني علي خميس بوصوله إلى الدور النهائي في مسابقة 400 متر لجري الرجال وهنأ سموه جميع المشاركين البحرينيين في الألعاب الأولمبية على هذا النجاح وما أظهروه من روح رياضية عالية وقدرة متميزة على خوض سباقات بروح تنافسية شريفة تعكس تحضر ورقي أهل البحرين